بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الفيديو هنستعرض على حضراتكم حيلة بسيطة جدا للتبديل الى مستكشف ملفات القديم اللي كان في ويندوز عشرة تقدر انك تستخدمه هنا على ويندوز حداشر الاصدار الجديد اتنين وعشرين اتش اتنين دون اي برامج او دون اي ادوات خارجية او دون التعديل على السجلات وما الى زلك اثناء البحث في ويندوز حداشر هنا توصلت الى انك تقدر توصل الى مستكشف الملفات القديم في ويندوز حداشر دون الحاجة الى التعديل على السجلات او دون الحاجة الى اي شيء زي ما انتم شايفين كده ده مستكشف الملفات القديم اللي موجود في ويندوز عشرة لو حابب انك تستخدمه دون اي برامج دون اي ادوات خارجية تقدر انك تستخدمه من داخل ويندوز حداشر الاصدار الجديد اتنين وعشرين اتش اتنين بكل بساطة باستخدام عملية تبديل بسيطة جدا يعني على سبيل المثال لو اننا قفلنا هذا المستكشف زي ما انتم شايفين طبعا ده مستكشف الملفات المعروف الجديد الخاص بويندوز حداشر زات علامات التبويب وزات التغيرات الجديدة لو حابب انك تستخدم مستكشف الملفات الاخر الخاص بويندوز عشرة بجانب هذا المستكشف فبكل بساطة زي ما انتم شايفين لو انك ضغطت على هذا السهم بجنب ايكونة هوم بعد ذلك ضغطت على الكنترول بنل فهيتم التحويل مباشرة الى الكنترول بنل ولكن لو انك رجعت مرة اخرى وضغطت على هذا السهم بعد ذلك زر او ايكونة الهوم فزي ما انتم شايفين بكل بساطة هيكون عندك مستكشف الملفات القديم الخاص بويندوز عشرة مزيج ما بين مستكشف الملفات الجديد وما بين مستكشف الملفات الخاص بويندوز عشرة هيكون هنا عندك جزء التنقل الجديد المقسم الى عدة اقسام بما في ذلك شريط الادوات الخاص بويندوز عشرة وزي ما انتم شايفين بتقدر انك تتنقل داخل المستكشف تقدر انك تستخدمه بالطريقة الاعتيادية المتعرف عليها وطبعا لو انك مش عايز انك تظهر هذه الايكونات او هذه الرموز في شريط الادوات من هذا السهم هتضغط على هذا الخيار ميني مايز زي ريبن وهيتم اخفاء هذا الشريط ولكن طبعا انا بفضله بحيث اني بستخدمه اثناء اللصق والقص وما الى ذلك من هذه الامور ولكن اخد بالك ان هذه الحيلة او هذه الطريقة متاحة معاك طول فترة الجلسة مع مستكشف الملفات يعني طول ما انك فاتح مستكشف الملفات القديم وبتستخدمه فمعاك بشكل عادي جدا مستكشف الملفات الخاص بويندوز عشرة ولكن لو قفلته بترجع تاني الى مستكشف الملفات الخاص بويندوز حد عشر ولكن تقدر تستخدم الاتنين مع بعض يعني على سبيل المثال لو اننا فتحنا مستكشف الملفات الخاص بويندوز حد عشر بعد ذلك من الايكونة دي ضغطنا على كنترول بانل ثم بعد ذلك رجعنا مرة اخرى اخترنا هوم فكده اصبح عندنا مستكشف ملفات ويندوز عشرة. لو انك نزلته كده بعد ذلك فتحت صفحة جديدة من مستكشف ملفات ويندوز 11 فيكون عندك كلا المستكشفين موجودين معك. مستكشف ملفات ويندوز 11 كذلك الحال مستكشف ملفات ويندوز 10. وعلى فكرة طبعا المستكشف القديم هيعمل معك بكامل الخصائص القديمة. يعني لو انك ضغطت click key main كده على اي ملف داخل المستكشف فهتلاقي معاك قائمة السياق القديمة كذلك الحال داخل اي برتشن او في اي مجلد داخل مستكشف الملفات القديم هتكون عندك كامل الخصائص القديمة قائمة السياق الكاملة بالشكل القديم على عكس مستكشف الملفات الجديد اللي انك عشان انك تضغط click key main محتاج انك تضغط على show more option للوصول الى كامل الخصائص او قائمة السياق القديمة او انك مثلا بتضغط على مفتاح shift بعد ذلك click key main عشان انك تظهر قائمة السياق القديمة فالميزة في المستكشف القديم بجانب المستكشف الجديد انك هتكون بتستخدم جميع الخصائص القديمة اللي انت محتاجها داخل مستكشف الملفات جنبا الى جنب مع مستكشف الملفات الجديد الاتنين على ويندوز 11 ودي كانت حيلة بسيطة او طريقة خفية داخل ويندوز 11 تقدر من خلالها انك تستخدم مستكشف الملفات دون الحاجة لأي ادوات خارجية دون الحاجة الى اي برامج بس كده حضركم هو ده كل ما في الامر نتمنى نكون افدناكم بهذا الامر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته